دلوقتي مشاهدين معد مجز لهم الأخبار مع فاطيم شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح سيسي جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز والذي يوقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وأعلمين وممثلين عن جميع فئات المجتمع وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات وشهد اليوم الأول للمؤتمر عقد جلسات مهمة ركزت على محوري الاقتصاد والطاقة هذا وتتواصل اليوم فعليات المؤتمر بناء قاد جلستين معنيتين بالمشروعات القومية والبنية التحتية بالإضافة إلى الأمن المائي والغذائية دعا الرئيس عبدالفتاح سيسي المواطنين إلى مواصلة مسار الإصلاح والتنمية والبناء وخلال افتتاحه جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن طريق لا يزال طويلا في مسار العمل الجاد وبذل الجهد والمثابرة كما أضف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة عملت على المجال التنموي بالتوازي مع مكافحة الإرهاب والشائعات لفتا إلى أن محاولات الافتراء خلال العشر سنوات كانت تستهدف خلق حالة من عدم الثقة يبدأ مجلس النواب اليوم دورة لناقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني ويعقد المجلس جلسة افتتاحية تشهد تحديد موعد تلقي رغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية كما سيحدد المجلس إجراءات انتخابات اللجان فضلا عن إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب لتقديم الاقترحات والاعتراضات استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بدوان عام المحافظة بالعريش قبل انطلاق زيارة ميدانية يقوم بها الوزير لعدد من المنشآت في شمال سيناء وتضمن تزيارة تفقد الأنشطة الرياضية داخل قرية الضغير والاطلاع على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تنفذها الإدارات المركزية بالوزارة بشمال سيناء بدوره ثمن المحافظ دور الوزارة في دعم الشباب ببرامج ومشروعات متكاملة للنهد بهم طلبت كوسوفو صربيا بسحب قواتها من الحدود المشتركة بينهما مؤكدة استعدادها لحماية وحدة أراضيها يتصعد التوتر بين البلدين منذ اجتباك شرطة كوسوفو مع نحو ثلاثين صربيا مدججين بالسلاح اجتاحوا قرية بانيسكا في كوسوفو وتحصنوا في أحد الأديرة ما أسفر عن مقتل ثلاثة من المهاجمين وضباط شرطة تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي إجراءا طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتا لمدة خمسة وأربعين يوما وقبل ساعات فقط من الإغلاق الحكومي أقر مجلس النواب الأمريكي نصا في محاولة أخيرة للتجنب والتوقف العمل الحكومي قبل أن تتم الموافقة عليه من جنب ثمانية وثمانين عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض تسعة أعضاء تأهل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه أرتاسولا الجيبوتية في المباراة التي جمعتهما على استاد القهر الدولي في إياب دور الاثنين والثلاثين وتقدم أرتاسولا سولار عن طريق وارسام حسن فيما رد زمالك بربعية عن طريق كل من يوسف أوباما وشيكبالا وزيزو وحمزة المثلوثي لينجح زمالك في تعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدفين ذهابا ويتأهل لدور المجموعات نهاية مجز الثامنة من التلفزيون المصري عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير مصر لكن بعد هذا الفصل